اهلا بكم في حلقة جديدة من مسلسل الهندي امنية وانت حققت ما ننساش اللايك الجميل ودعمنا في القناة بنبدأ حلقتنا بروهي وهي فرحانة جدا عشان الجد منيش رح الاحتفال ومعاك كمان صديق العيلة وبتسأل الجد منيش على حالة يفراش وبتعرف ان هو ماشى وكمان صديق العيلة بيقول يلا بقى فيه تجهيزات لسه ما خلصتش وطبعا كيارة مش عاجبها المكان يلا عشان هادي شوية لكن هو ده المكان اللي لقوه وعندهم تجهيزات يا ما لسه ما خلصوهاوش طبعا الجد منيش بيقول طبعا احنا هساعد وبيقولوا يعني ارمان لو جا عيحلي كل المشاكل وكيارة عايز اتكلمه لكن روحي بتقول لا اللي عايز يجي هيجي طبعا ارمان بيكون يعني بيسأ خايف على ابييرة وكمان بيفكر في اللي هجمها وبيبص طبعا في الكاميرا مش واضح خالص ان هو يفراش وبيسأل ابييرة على فرقة الرأسة هتيجي امتى والجد ده بقى بتقول لا ما اشعرتشه للمصابح ابييرة بتقول ما لوش يعني داعي الكهربا كتير او ما بتلاقيها مداية بترمي طبعا اللوم على ارمان والجد ده بتقول له يعني اني سيبها لانت جايبها دينا لو اعدت يعني ادعي 100 سنة استحالك ان هتيجي نسيبها زي دي ارمان بيقول لها ساعد بفكر في الشيء ده يا جد ده وبتيجي بقى امامته بتقول له لازم تروح لروحي حالا هي محتاجة ان هناك مساعدة لكن بيقول في مهام ولازم اعملها مع ابييرة امامته بتقول له ما تلاقش احنا كلنا معاه عن ساعدها طبعا بيحاول يبعت رسالة الابيرة لكن فرقة الرأسة بتدخل بتكون يعني القائد فيها مين يفراش بيبصوله قوي حتى تليفونه بيقعوا بيجبوله وبيعرف ان هو كان بيبعت رسالة الابيرة وبنروح للمحامي سانجاي بيكون بيهين يعني في زوجته قدام كريش وكريش بيدافع عنها لكن طبعا مش عاقبه طبعا بابا وبدربه بالقلم وبيهينه كالعادة وبيقلل سيكاته في نفسه وبتيجي بقى روحي اللي بتقول مش حفظة لبص كتير على الباب وبتتفاجئ ان ارمان جاء وبتكون فرحانة جدا مانيشة بتكون جاية وراء ارمان من المنزل عشان يعني تمنعه ان هو يكلم روحي لكن بيروح عشان يجهزه كل شيء ومانيشة بتقول انا جيت كل المسافة دي ورحوا هما الاتنين مع بعض وبتظهر شارو لسه في المكتب والسايد دي بيقول لها يعني متأكد ان انيشة تتأخري قد بتقول لا مفيش اي شيء وبيقول انا ظل انتهى البنت دي هي بتحب العمل كتير وقام هنا بتكتشف ان ارمان مش موجود وبتقول خلاص انا هعمل كل حاجة لوحدي وفجأة بقى الكهرباء بتقطع على المدينة كلها وبيكون ارمان يعني قريب من روحي ورحين كمان يعني عشان يشوفوا الكهرباء وبترجع شارو وبتقول لسايد ديف هلي بالك الكهرباء مقطوعة عن المدينة بتلاقيه شاعل الشموع وكمان قبيرة مش عارفة تعمل ايه ومتدايقة جدا طبعا ان ارمان سبق في الموقف ده يفراش بيشوفها يعني وهي محتاسة بيقول لها مش هسيبها بقى وهي متدايقة كده نازم اسعيدها وهي بتحس ان في حد غديب وبتنشي على طول وبيزهر بقى ارمان وروحي بيكونوا في غرفة الكهرباء وهي بقى الزكية بتشيل العصة عشان تساعد ارمان لكن الباب بيتقفل عليهم في الوقت ده الجادة ما بيستدق بتمسك قبيرة وهي الوحدة بتبدل بقى تتشغر معها وكلمة بطريقة سيئة جدا بتقول لها انا عملت كل شيء ده عشانك انتي وانتي كمان قاعدت تكلمي كلام كبير عن الاله وعن كل شيء ودلوقتي مش عارفة تنظيمي حفلة صغيرة لما فوت بيعامل حسابك وتعرف ان الكشفات يعني شغالة ولا لا ابهيرة بتكون حزينة جدا بتقول انا قلت له ما يساعدنيش بس هو اللي صار ودلوقتي وانا محتاجة لمساعدة راح على طول روحي طبعا ارمان قلقان جدا على ابهيرة وبيتفاجئ بقى كمان ان روحي قفلت الباب عليهم تيجي ابهيرة الجميلة وهي بقى ماشية بتتفاجئ ان لون الاحمر اترمى عليها وتفتكر طبعا ان ده ارمان لكن بتتفاجئ ان هو يفراج روحي كمان بتكون زعدانة جدا من ارمان وبتقوله فاكني عملت كده عمدا عشان اكون معاك طبعا هو همه يعني كل همه طبعا ابهيرة هي مضايقة جدا ازاي احنا في المكان ده وانت بتفكر في ابهيرة بيولار مفوض انت كمان تفقري فيها اول مرة تعمل احتفال لوحدها وانا وعدتها اني هكون معاه وزمان الجدة دلوقتي بتكلمها بطريقة وحشة وهي كما ما بتحبهاش نروح للجميلة ابهيرة بقى واول ما بتشوف يفراش كده بتفتكر كل يعني لحظاته معاه سيئة وخصوصا كمان لما قتل اكشار وهو بيحط عليها الشال عشان يقدر يمثيكها وبتكون هتتخنق بيشيل الشال طبعا يعني خايف عليها بتحاول ان هي تدفعه كده اول ما بتفتكر طبعا اللي هو قتل مامتها وبتحاول تحرب منه لكن بيكون مثيكها وبيولع كمان يعني الولاعة عشان يشوف اللون عليك بنا وفرحان جدا هو اصلا يعني مريض نفسي دايما انتوا عارفين ابيهرة بتكون عاجزة جدا قدام وبتفضل تطلب المساعدة لكن بيقولها يعني من هيساعدك هنا زي ما جيت في المنزل وطلبت المساعدة من ارماء طبعا بتفتكر اللي هي كانت متأكدة ان هو اللي عمل كده بتكون مضايقة جدا يعني ازاي هو اللي كان موجود وقلت لهم بس ما حد يستد في الوقت ده بتكون الجده عايزة تتجي صلاة طبعا ابيهرة ما جدش عشان الموقف اللي هي فيه بيحاول يكلموها ما بتردش وبتقول الجده الفيجي نازم تتجي خلاص الوقت الميمون جا ابيهرة زي ما هي في موقفها صعب وبسدها بتلاقي عصها كبيرة بتحاول ان هي يعني تدفع عن نفسها وبتقولها عن ايه لك دلوقتي لسه ما لكن هو طبعا بيضخر منها بيقولها مش الداري تعملي اي شيء في الوقت ده ارمان بقى بيتصل بقبيرة انه ما بتردش خالص وبيكون هلقان جدا لكن روحي بتكون متضايقة جدا وبتقوله انت مش بستحمل حتى كمان تعود معي شوية انا عايز اتكلم معي لكن ارمان بستغرب موقف روحي خالص يعني انت عايز تتكلمي معي في ايه انا لازم اروح حالا عنده ابهيرة واعرف دلوقتي حالتها ايه اكيد متضايقة مني عشان كده ما بتردش او الجده يعني كلمتها بطريقة وحشة وروحي بتقوله خلاص انا مش قد استحمل اشوفك قريب من ابهيرة وبتكون الجميلة ابهيرة بقى مسكة لعصها وعملة تدرى في يفراج واللي انا بتقلم جدا بقى الغضب ده في ضربه هو كمان يعني بيتقلم بيقولها لو رحت للمستشفى انت حتى مش هتيجي تزوريني لكن بيقوم فجأة وبيمسك منها بقى العصة وبيحاول كمان يدافع عن نفسه بيكون ارمان لسه بيتكلم مع روحي متضايق جدا من طريقتها وبيقولها انت عارفة يعني اللي ما بينا بتقوله ايوة انت بتساعدها وهي مسؤوليتك وكل شيء عايزة كمان تكمل دراسيتها لكن انا مش قادرة استحمل وانا فين من كل ده الناس كلها بتاكل وتشعر وتعيش يومها عايزة انا بقى بعمل ايه انا بحاول يعني اقنع نفسي ان احنا اصدقاء ومفيش اي حاجة ما بيننا وبحاول يعني اتمالك نفسي واقول خلاص يعني انت مش مقدر لي وانا عيش كده اصدقاء لكن انا مش قادرة خالص استحمل تجاهلك لي وعدم كمان اهتمامك خالص واهتمامك بقى بابهيرة ازاي وانا لما سبت المنزل ورجعت رجعت عشانك انت بس انت حتى مش بتنزل لي ولا كمان مهتم بيا ولا بتقف معايا كل حاجة بس تفكيرك في ابهيرة بتكون ابينة المسكنة اللي بيتكلموا عليها في موقفها صعب جدا ومحتاج حد يساعدها وكمان يفراش بيهددها وبيقول لها ان حقت لاي حد يدخل ما بيننا وهي كمان لسه بتدربه ولسه بقى روحة انانية زي ما هي بتفكر بس في نفسها وكمان يعني عايزة ارماني كلها بس وبتفكروا طبعا بحبهم هو كمان بيقولها خلاص كفاية وبيفتكر كل الزكريات وبتقولوا انت ما تكلمتش بس دموعك قالت كل شيء وبيتفجعوا ناران فتح الباب وقال لهم كلهم القانين عليكم في الخارج ولسه بقى ابينة بتبعد يفراش وبتهددوا ان هو ما يجيش عندها أبدا لكن هو بيقولها انا هرجع لك تاني والكهرباء بقى بترجع وكمان الجدة خلاصت الصلاة وبتروح على الاحتفال على طول وروحة بتكون سعيدة جدا ان هي حضرة الاحتفال مانيشيا مستغربة وعايزة تعرف فيه يعني ارمان وروحي اللي مختفيين فيه لكن ارمان اول طبعا ما بيخرب بيسأل على قبيرة والجدة بتقول اول ما جاء وقت انها يتفي بالمسئولية بتاعتها اختفت خالص وكمان بيحاولوا يتصلوا بيها لكن تليفونها مقفول والجدة بكل بساطة كده بتقول اصلا يعني بوختها ممكن عشان كده ماشي تسابت المنزل من كده يعني ما تكلم حد لكن الجدة مانيش بيدافع عنها وبيقول استحالها ابهيرة تسيب الصلاة ابدا وبتوصل اخيرا شارو والجدة بتقولها اتاخرتي ليه وبتقول لها انا كان عندي اخطبت صحبتش ونازم اروح وكمان بقى وقفين بيرقوسه كلهم ومش همامهم اي شيء وروحي بتقرب من ارمان وارمان مشغوله ماسك التليفون عشان يكلم ابهيرة لكن بنتفاجئ ابهيرة تخلى عليهم وحالتها صعبة جدا بيفضل يسألها مالك لكن هي بتكون منهارة وبتحدونه قدام الجميع كلهم بيكونوا طبعا مستغربين وهي بقى مش قادرة تتكلم ولا تقول اي شيء بيحاول كده بروحي يهديها بقولها لو سمحتي وليليل حصل لسه بقى هتقوله لكن بيجي للجدة تليفون ان مدهف مشكلة جامدة بتوقف طبعا الكلام كله وبتتجهل كمان حزن ابهيرة وبتقوله فقر بس في قضية باباك ونازم كمان ترجعه معاك بالسلامة وبيوعد طبعا موطن ان هو هيرجعه بالسلامة والجدة بتقول لابهيرة خلي ارماني فقر يعني في القضية بتاعك وما تزعجوش ومشاكلك ابدا ابهيرة بتكون حزينة وبتتكلم